السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقتكم الخامسة برنامجكم شرشيحني لنغد الصور اخترنا لكم اليوم موضوع التصوير أثناء السفر معاكم أخوكم مواجه سلطان الزعابي لازمنا معاكم في بنته ومشكورين على دعمهم لنا في باقي حلقات الموسم تناصفنا الموسم الحين خمس حلقات ان شاء الله في هذه الحلقة في هدية خاصة من بنته عبارة عن صورة غيمتها خمسين دينار راح تشوفون حجم الصورة يطبعها اللي راح نختار اسمه من المشاركات اثناء ان شاء الله حبيت اشكر بعض التعليقات صراحي يقول انا احط الجواب مو طمعا بالهدية بس بغيت اشارككم بغيت اسوي شير حق البرنامج هذا وانشر كل لايك انت تسوي او كل كومنت راح يساهم انك انت تنشر هذا البرنامج فطمعانين باللايكات والكومنت منكم والمشاركة بالاجوبة حتى لهم عشان الجائزة وصلتنا صور وايد راح نبدأ الحين عشان ناخد وقت اكثر في نقض الصور خلونا نبدأ هذا اول صورة وصلت لنا ابن ما دلو مكان بس مار عليه وايد الحلو في الموضوع هني ان الصورة وايد مقسمة وتحسسك ان مكان انت مسافر حق هذا المكان فتقسيمة الصورة حق ثلاث اقسام وايد حلوة تكرار موضوع معين وايد حلو بالصورة ان كان في ملاحظات على الصورة احس انه تحتاج شوية الوان مثل ما ملاحظينا فتحت المنطقة الامامية هني وزدت الالوان شوي كونتراست حق المنطقة الثانية عندي ملاحظة وايد على التواقع وايد التواقع تصير كبيرة تأخذ حتى من الصورة اي واحد يقدر يشيل توقيع ترافه يفضل انكم ما تكبرون هذه التواقع صورة ثانية من نفس المصور حلو انك انت تأخذ لك اكثر من زاوية لاحظة هنا شوان المصور تحرك بس واخذ الزاوية ثانية فيها بداية حلوة حق الصورة في خطوط حق شي واضح في الصورة متكرر فحلو انك تتحرك وتصور بنفس المكان راح تاخذ لك مواضيع وايد احلى الصورة الاصلية او هذه الصورة وصلتنا فيها بالون وفيها مكان شدي راح يبينك ان هذا المكان السياحي انا اقترحت ان لو اتحرك ان يكون البالون هذا في هالمنطقة راح تكون وايد احلى صورة وايد تتكرر بس يعني قليل صراحة اني اشوف الاتقان اللي يكون فيها بهالطريقة وايد حلوة وفيها المعلم جدا واضح ما عندي عليها ذيك الملاحظات بس حبيت اعرضها انها متقنة صراحة في التنفيذ الصور هذي كذلك نفس الشي عندنا من حمد الفلشاوي تقسيمة الصورة ممتازة كمكونات حق الصورة اهني اذا كان هذا المكان فاضي راح اقول لك اقترح لك انه يكون فيه شي في هالمكان بس وجود هالقارب في هالمكان وايد راح الصورة كملاحظات على الموضوع طبعا المعلم هذا يفضل انه يكون واضح اكثر كذلك هني قاعد شوف فيه خط من الناس بس بالغصب شفتهم فيفضل انه يكون ماخذين مساحة اكثر من الصورة بس كتوزيع عناصر انه يكون هنا فيه معلم انه يكون هنا فيه قارب شلال الناس جدا جدا جميلة توزيعة الصورة لاحظتوا الان نفس الصورة بس من فوق دائما اقول لكم غير زاوية طير نام على الارض حيث انك تاخذ صورة ثانية نفس الصورة او نفس المكان بس المصور خذاها من مكان ثاني اللي عجبني بالصورة وجود الطراد هذا او القارب اللي قاعد ياخذ السياح ورايح باتجاه هذا الشلال فكسر الصورة لو كان الطراد هذا يمكن باللون الاحمر نفس الصورة اللي قبلها فرح تكون احلى الصورة لان رح يصير الاحمر مع الازرق رح يعطيني تباين وايد قوي بس زاوية الصورة عموما جدا جميلة ما اخذها من الاعلى بشكل موفق جدا الصور مثل هذي دايما انا اقول لازم تتعلم انك تعالج صورك يعني معالجة بسيطة بس انت رح تفرق معاك الصورة وايد اول شي اقترحت ان اقص من الصورة لان فيها مساحات فاضية وايد ممكن تخلي مساحات فاضية بس موها الكثر وتعديل بسيطة انا بس سويته في اللايت روم اني بس زت الالوان حق الصورة خذيت اللي هو الفلتر مدرج بس حطيتلي فلتر مدرج فوق وفلتر مدرج تحت فراح يفرق معاك وايد ولازم تتعلم التعديل يعني في التصوير صورة وايد حلوة هذي الصور لما نقوله ترفل يعني هذي الصور يكون فيها ناس قاعد تسوي شيء معين في معلم معين يقولك انت مسافر هالمكان تحويلها بلاك ان وايت جدا ممتاز لو تشوفون الخطوط اللي بالصورة ممتازة جدا حق المعلم استما ما فيها شايفة المصور ممتاز انه دخلي فريم مع الصورة عساسي قطي هذا العيب تحويلها بلاك ان وايت انا شوفها جدا موفق ما عندي ذيك الملاحظات على الصورة سواء انها صورة جميلة جدا وهذه تعتبر صورة حق السفر مرة تتصور صور مثل هذه في مرة بعض الاماكن ودك ان يكون فيها اضاءة فاذا الصورة هذي انت مداخل فيها مسابقة ولا شيء انت تقدر تعدلها بكيفك انا سويت لكم برش في اللايت روم اقدر الحين لو تشوفون الاضاءات نفسها لو اقرب على اضاءة حطيت اللون الاصفر وزدت الاضاءة شوي رح اروح حق انا سميتها لايت هذه هي لحظة الحين مرة ثانية هذي مثلا لاحظوا شون قاعدت شوف اللايتات بالصورة هنشيلكم ياها لاحظتوا كل اللي سويته انه كبرت الفرشة شوي وخليت الفذر الفذر انه يعطيك مساحة كأنها كأنها ضوء تصير فممكن انت تبدأ تشتغل بالصورة بحيث انك تضوء المكام معين تشغل الاضاءات تطفي الاضاءة تون شب لكم الاشارة خليها حمراء ممكن اعدل لكم بالصورة بهالطريقة هذي لاحظوا الافكت شون صاير وايد حلو صاير عليه الفذر بحيث انه يبين هذه الاضاءة فممكن تستخدم افكتات مثل هذه سواء باللايت روم او بالفوتو شوب اساس انها يعطيك افكت وايد حلو حق الصورة تكون الصورة كأنها مضوية بالكامل طب انا قعد اتكلم بسرعة لان الوقت ودي اخذ اكبر عدد من الصور نفس الشيء لما نقول صور سياحية يعني في مكان احس انه غريب غليلا نروح له في معلم معين وفي ناس مستمتع بهالمكان فهذه الصورة كذلك تجمع لي كل اللي انا قلتها تعتبر صورة سياحية حق الترافل احسن ما فيها انه يعني خلاص هذا تعريف الصورة السياحية فما عندي ملاحظات سوى ان الصورة وايد حلوة كل مكوناتها من صور السفر ممكن تتصور ناس الموجودين في المكان صورة مثل هذه وايد حلوة عفويتهم المكان نفسه هم حلو هنا حسيت ان شوي المساحة كبيرة رح حطها بالاحمر وهني حسيت ان كأن في قصة فلو انا اروح يمين انا ما ادري شنو وضع المصورة هنا بس قاعد اشوف ان لو اخذ يمين شوي اكثر يمكن يصير في عندي موضوع متكامل اكثر او يمكن يشتت بس المصور ما اخذ بهالطريقة انا فقط قاعد اقترح نفس الشي صورة حق يعني لمن شنو يفرق بين الترافل واللاندسكيب غالبا يعني اللاندسكيب يدخل بالترافل بس الحلو بالترافل ان يكون في شخص قاعد يستمتع في هذا المكان فممكن هذا اكبر فرق يعني دايما مسابقات اللاندسكيب يقولك ما ابي اشخاص موجودين او ما يكونونهما عنصر رئيسي بالصورة او بيوت او مدينة فهذه الصورة تعتبر لاندسكيب تقسيمة الصورة حلوة اني عطيتني مثلا ثلث انا لو افضل ان هذا ثلث ولو ان هذا المساحة يعني كم ولاحظة ما اخذها وايد من الصورة لو ما اعطي حق السمى ثلث ثاني افضل يعني تعطي السمى دام فيها غيوم اعطها مساحة كثر هذي وعط ثلث بسيط حق الفريم ما اللغصان واسجرة فراح تكون الصورة بهالطريقة موزونة اكثر صورة مشهورة ما ادري وين المكان بس قاعد الاحظ دايما اقولكم على الملاحظة هذي اللي هي اعط مساحة حق موضوعك هني مثلا فقاعد اشوف ان العواميد كلها رايح باخر الصورة وعندك هني مساحة فاضية تحت فممكن انت بس ترفع الكاميرا شوي اساس تاخذ لك مساحة اكبر بالصورة وحلوة كصورة فيها تكرار وصورة سياحية تعتبر شكرا على مشاركتنا يا عبدالله اضل الصور اللي من فوق غالبا خلي الايزو شوي مرتفع اساس انت اذا بطيارة ولا بمكان متحرك يواندر اذا هو بطيارة ولا مكان عالي بس اذا كنت بطيارة دايما خلي الايزو 400 او 800 اساس انه وانت قاعد تتحرك بالطيارة ما تهتز الصورة وفي قاعدة دايما حق الزوم اذا انت بشايل الزوم من غير ترايبود اذا كانت العدسة 200 خل الشتر اسرع من 200 اذا كانت 400 خلها اسرع من 400 اذا كانت هاندهلت يفضل هالقاعدة تستخدمها ثاني شغلة الاحظها بالصورة ممكن انت تشوف الصورة فيها لون اصفر ممكن انا اخليها باردة شوي راح تكون شوي افضل اذا بشوف الصورة فيها ميلان دايما اشوف عمود ولا شيء ولا جسر يكون ثابت عندي مثلا الجسر هذا فاول ما اضغط على الكروب اروح اخذ المسطرة امسك الجسر وامشي معه بهالطريقة قصلي الصورة وخلالي الجسر سيدة الحين لاحظو ان نقص الجسر بس اننا قاعدة سويها بسرعة انا دايما تخلي مساحة اكثر لما نتقص من الصورة ما يروح عليك جزء من الصورة صورة مثلا هذي حبي تعرضها دايما لما تروح تسافر مو تصور بوردة حشرة يمكن واحد يقولك اوكي حلوة الصورة بس ما هي محور السفر شوفوا البيت هذا عليه زرع فيكون الشكل شوي غريب غالبا عيننا ما تشوف هالاشكال هذي او الطريقة هذي في بناء البيوت فحلوة انك تاخذ هذي الصور الزاوية يمكن تكون افضل اذا خذيناها من زاوية ثانية بس الشكل كان قريب حبي تعرضكم الصورة صور مشهورة اثناء الستريت او الشارع في الترافل غالبا مثل هالصور ركز على الباك جرامد كثر ما تقدر طبعا تحويلك حقها بلاك ان وايت ممتاز الشخص قاعد بروحه يعني مو ملتفت لك وقاعد يشتغل بشارع هم ممتاز كم ملاحظة بس انك توخر عن الشغلات اللي ممكن تضايقك بالصورة او انك تدخل زوم اذا كانت عندك عدسة حق السفر مثل 18 200 او 28 300 ادخل علي زوم عساس الشغلات هذي تنعزل عنك تسلم على الاضافة شكثر عندنا وقت مخرجة او دقيقتين انزيل صورة هم سياحية وايد حلوة ما ادري المكان وين بس اعجبني بالصورة الفريم اعجبني بالصورة طريقة الايد وشون قاعد تشتغل وهي من سجمة ضايقني شوي بالصورة العمود هذا ما ادري اذا حولناها مثلا بلاك ان وايت ممكن يروح تأثيرة بس صورة من مجميعها علاقاتهم وايد وايد عجبتني وايد حلوة صور مثل هذه الصبح تكون احب الصور هذي هني حسيت انه كأنه في مدينة او ليتات فراح ابدأ اني اقص الصورة بهالطريقة ممكن اشوف الوان معينة حق الصورة انه اشوف مود معين يعجبني او اذا اعجبتني بهالطريقة ممكن اخليها بهالطريقة صور مثل هذه جربت تستخدم عدسات مثل بالزوم 700 او 1800 او اني اقرب اكثر عن الموضوع هم رح تعطيني افكار وايد حلوة صورة وايد حلوة ساحلية يمكن ملاحظت الوحيدة عليها الموضوع شوي يكون ابعد عساس انه يعطيني توجه حق الصورة اكثر ما يكون لاصق حيل وهو سلوة منبين بس الصورة كصورة موزونة بشكل وايد حلو اظنها من السعودية هالصورة تعتبر لاندسكيب اعجبني بالصورة تدرجها تقسيمها تمام مخرج قادي اشير لنا خلاص اخر شيء موجود كل شي فيها هذا صراحة حلو حتى لون الغروب يكون كم ملاحظة ما عندي ديك الملاحظات عليها سوى ان مثلا لو كان في ناس رح تكون الصورة وايد احلى بحيث انه يبينهم استنسين بالثلج او بالبردي الموجود في الصورة تقريبا هذا اللي عندنا على الصور اللي شرحناها ارجع اقول سامحونا اللي ما قدرنا ناخد صورهم قاعد نشرح بسرعة بس اتمنى انكم استفدتم من الفقرة خلكم معنا مستمري معاكم مشاهدينا وراح تتكلم الحين عن بعض اشياء تساعدنا في التصوير اثناء السفر بعد ما تدخل الموقع تقدر تبحث عن اي منتج تبيه سوى ان تكتب اسمه او رغمه وضيف هذا المنتج الى سلة التسوق اكتب بياناتك اختار طريقة الشحن واختار طريقة الدفع سوى من جهازك الكمبيوتر او من اجهزتك الذكية تكلمنا في حلقة ماضية واحد المواسم انه نستخدم الكاميرات اللي هي الميرورلس انتشرت بالاونة الاخيرة هذه الكاميرات احدثت ثورة في عالم التصوير انك تقدر تبدل عدسات وكاميرا وايد صغيرة امس كنت قاعد اصور في الحب انا اسميها الفوجي اللي هي اي اكس ون قديمة شوي كل من يشوف الكاميرا يقول لي ما اجد هذه كاميرا فيلم انا هذا الاعب ما بي واحد لما يشوفني متربط وحزامين وسبعين مئتين شنية رايح افجر مكانه لشي جنطة كبيرة لا كثر ما تقدر تكون خفيف خاصة وقت السفر كاميرات مثل هذه انا اقدر اخذ معي ثلاث عدسات جنطة صغيرة ما تبين انها جنطة سفر احترافية راح يفيدني وايد بالتحرك راح يفيدني وايد اني ااخذ راحتي يمكن ما احد راح يسألني شرطي ولا شي يشوفك شي يشتبه فيك بازوكا ما اخذ معاك و رايح تصور بالستريت فكاميرات مثل هذه دائما انصح فيها اتكلمنا في حلقة ماضية عن الفوجي مع الاولمبس الان راح نتكلم عن السوني مع الفوجي اللي هي اكس تي ون والسوني اللي هي اي سفن اس نبي ناخذ معلومة الحين انا دائما انسئل عنها اسبوعيا بس خاص نحفظ المعلومة هذه اي واحد يقارن بين كاميرتين يدخل على جوجل يكتب اسم الكاميرا الاول مثلا فوجي اكس تي ون فاس في اس اسم الكاميرا الثاني في موقع اسمه سناب سورت الموقع هذا يعتبر افضل المواقع حق المقارنة بين الكاميرا تكتب في اي كاميرتين و راح يقدر يقارن لك بينهم خلونا ندخل الموقع مع بعض طبعا اهني انا دخلت على الموقع بس اني كتبت الكاميرتين اول شي راح يعطيك الشكلين مع السعر اذا قدر يفوز لك كاميرا على كاميرا ثانية راح يقولك هذي ونر ويقولك ليش اذا ما قدر يفوز واحدة على الثانية راح يقولك اهم الادفانتج او المميزات في هذي واهم المميزات في هذي بعدين يقارن لك بينهم لو تشوفون اول شي السعر راح تلقون السوني تقريبا دبل السعر اغلى من الفوجي بعدين راح يدخل يقولك شنو المميزات بين كل واحدة لو تشوفون ان هذي الكاميرا افضل في الريزولوشن 16 ميجابيكسل هذي 12 ميجابيكسل السرعة في الفريمات هذي راح تلقونها ثمان صور بالثانية بينما السوني خمس صور بالثانية بعض الاشياء اللي هي العدسات مثلا فيها تنوع اكبر الرنج فل رنج موجود في اي اي بي وورد اللي هو حق الفوجي ثمان عدسات وعندوكم حق السوني فقط اربع عدسات طبعا مثل ما انتم شايفين البادي مالها اصغر الحجم مالها او الوزن مالها اخف كذلك وايد ارخص من السوني اوكي فانحنا قاعدين نشوف الحين مثلا مميزات وايد حلوة حق الفوجي خنقول انا ليش اشتري مثلا السوني عن الفوجي السوني رح تاخذ فيها اللي هو مثلا هذي اللي هي السيفن اس اللي انزلت بعد السيفن او الاي سيفن مارك تو هذي اثنين او اثنين او اربع وعشرين ميجابيكسل فيها ما انا احتزاز منها وفيها فايف اكسس ليش انا اخذ السوني مثلا اللي مهتم بالفيديو اكثر دايما انا انصح في كاميرات السوني الميرورلس ميزات الفيديو اللي فيها وايد قوية لو نشوف الحين الموقع كذلك من اهم الاشياء اللي في هذه الكاميرا اللي جربوها في التصوير الليلي اذا خذيت الايزو مرتفع وايد رح تلقى النويز فيها قليل جدا مقارنة بالباقي الكاميرات وايد وايد النويز فيها اقل لما ترفع الايزو هذه شغلة من الشغلات المهمة جدا تدعم الاربع وعشرين فريم بير سكند اللي يعطيك الفيديو لك كذلك الفيو فايندر فيها اكبر الشتر سبيد بلاي 8000 بينما الفوجي الى 4000 هذه اهم الميزات اللي تفرق بين كاميرا وكاميرا اشلون اقرر اني انا اشتري كاميرا انا معظم مثلا و بيستخدم جديد ساگر استخدم ثلاث عدسات انتي ثلاث عدسات مثلا اشتري كاميره ثانية انا ل RV khets ra spill لاني انا مهتم بالفيديو شوي بس العدسات الطين يرقوبون لكاميرا الجديدة رح يكون قرارين ان اذهب تربط لفوجي بس اذا انا تقام بادي ماذا فيديو وايد مال اكثر من فوتوغراف قدر انت تذهب تبادي كما ت entre Hur� هذا من نسبة الفرق بين الكاميرتين مثل ما قلت لكم الموقع بعد ما يخلص المقارنة يقول لك ممكن تقارن مع الفوجي يعطيك بعض الكاميرات وممكن تقارن مع السونو يعطيك بعض الكاميرات موقع جدا أنصح فيه الشغلات المشتركة بين الكاميرتين أثنيناتهم فيهم الشاشة الفلب أثنيناتهم ما فيهم البلد ان فلاش طبعا يعتبرون هذين الكاميرتين من المودل أو الفئة الأكبر شوي لأن في كاميرات وايد ميررلس تعتبر أصغر منهم فيهم بلد ان فلاش فيهم وايرلس فيهم التاتش سكرين بينما هالكاميرتين يعتبرون شوي فئة أكبر فما يحطوا لكم البلد ان فلاش وباقي الأشياء بعض التلميحات في التصوير أثناء السفر أنك أنت تكون خفيف أنك أنت مثلا في لقطات وايد حلوة ممكن تأخذها مثل جدار معين تنتظر شخص ممكن لما تنظر بهالطريقة هذي الشخص ما يمر جدامك ممكن يمر من الخلف فوايد شغلات حلوة أنك أنت تستخدم الشاشة مثلا تكون فيه ريموت أو تايمر إذا مر الشخص تكون على استاند تقدر تصور تأخذ لغطات وايد حلوة تقريبا هذا اللي عندي بالنسبة حق الكاميرات الميرورلس أنصح فيها بشدة حق اللي يبي يسافر يوم يومين ثلاثة وما وده ياخذ مع الكاميرات الكبيرة الدي اس الار مع عدساتها الكبيرة هذا تقريبا اللي بغيت أشرحها بالكاميرتين هذيل ولا تنسون تدشون وتسوون ريفيو على الكاميرا اللي أنت أودك تكون عندك فترة قادمة شنر يقول سكوت كلبي أحد أكبر وأشهر المدربين في العالم عنده سكوت كلبي أو كلبيترينيك دات كم موقع جدا ممتاز وعنده أربع كتب شهيرة اللي هي أسرار التصوير الرغمي أنصح فيها جدا أنك تقرونهم كلهم من واحد لأربعة رح تلقى نفسك بعد كل سفرة في مجموعة صور تحبها غالبا لما تشيك على إعدادات هذه الصور رح تلقاها تقريبا متقاربة تقريبا نفس العدسة تقريبا نفس الزوم حاول تقلد هذه الإعدادات في سفراتك القادمة ثاني شغلة أنا استخدمها كذلك في تصوير الوايد لايف اللي هي الأوتو آيزو ممكن أنت أماكن يكون إضاءتها نازلة مثل أول الصبح يكون عندك شتر سبيد معين خاصة إذا ما استخدمت الستانب مثلا تقول حق الكاميرا أبي شتر سبيد 100 لا تنزلين عن هذا الشتر أوتو آيزو يرفع لك إلى حد معين أنت تحدده مثلا تقول أنا كاميرتي حدها 800 أو تقول حدها 1000 فإذا نزلت الإضاءة أوتو رح يرفع لك الآيزو إلى 1000 أساس أنه يعادل لك الإضاءة اللي نزلت منك آخر تلميح يقولها حق السفر دايما إذا بتسكن في مكان حاول أنك يكون هالمكان مطلع على معلم حاول أنك تسعد فوق السطح من الفندق هذا تصور يمكن تحصلك أكثر من معلم مطلع على هالفندق فرح تطلع بصور وايد حلوة مبارك حق الفايز معانا في الحلقة السابقة كابون بقيمة 100 دينار مشتريات من AAB World عليك بالعافية ويوصلونك الأغراض بالسلامة يا رب سؤالنا هذه الحلقة وايد سهل كل اللي عليك تسوي أن تكتب منشن حق الجهتين الرائيتين حق البرنامج سوف تزائد مخرجنا الحبيب الأصبحي بعد ما تكتب المنشن اكتب لنا كلمة شكر لهم بحيث أنهم قاعد يدعمون هذه البرامج لتخدم التصوير الفوتوغرافي باللغة العربية وإثراء المحتوى العربي طريقة الإجابة تحت الفيديو أو تقدر تزيد نسبة فوزك أنك تكتب الإجابة مرة ثانية أو المنشن تحت ماجد فوتوز أصبحي بنته كذلك AAB World وحط لهم منشن وتكتب لنا كلمة اقتراح شكر لهم بحيث أن نعرف بعد الخمس حلقات هذه إحنا وين قاعد نمشي ممكن حتى يكون عندك اقتراح وايد ينفع الحلقات الجائزة عبارة عن راح نسحب اسمين هالمرة الاسم الأول راح يكون له 100 دينار من موقع AAB World الاسم الثاني راح يكون له 50 دينار من موقع بنته يطبع الصور اللي يبيها وتوصل له بالسلامة لا تنسون تسول لنا لايك سبسكرايب تنشرون الحلقات هذه كثر ما تنشر الحلقات راح يستفيد منها غيرك وراح نقدر نقدم لكم محتوى أكثر وأكثر نشوفكم على خير إن شاء الله